تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعنام بعض الهيكل القضائية ترفض المرسوم عدد 35 وتعتبره تعديا على السلطة القضائية وتدعو منظوره إلى التعبئة للدفاع عن استقلالية القضاء التسجيل لليل الناخبين يطرح تحديات نمام هيئة الانتخابات منها عملية التدقيق في السجل خاصة في ظل ذيق الأجال وفق المجتمع المداري الاتحاد العام التونسي للشغل يقر الاضراب العام في السادس عشر من جوان جاري بيس فاقس يرافقه يوم غضب احتجاجا على الوضع البيئي المتردي بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 22.2000 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم وبشكل فوري عبرت بعض الهيكل القضائية عن رفضها المرسوم عدد 35 واعتبرته تعديا صارخا على السلطة القضائية أمر الرئاسي صدر برائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 516 لسنة 22.2000 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم وبشكل فوري ومن بينهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقاضي التحقيق البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ويأتي ذلك بعد تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 22.2000 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بمقتدى المرسوم عدد 35 لسنة 22.2000 الذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء القضاء من مهامهم مباشرة إذا ما توفرت بعض الشروط رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي اجتماع لمجلس الوزراء على الإصدار المرسوم عدد 35 بمسؤولية الحفاظ على الدولة وبسلسلة من الاتهامات للقضاء تتعلق بالظلوع في الفساد وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا رهبية والتواطئ مع جهات سياسية أو ملية لم نتدخل أبدا في الوظيفة القضائية ولن نتدخل في عمل القضاء ولكن الواجب المقدس يقتضي منه اتخاذ هذا القرار حفاظا على السلم الاجتماعية وحفاظا على الدولة جمعية القضاء التونسيين سارعت في بيان لها إلى رفض المرسوم عدد 35 أعدته مرسوما معدوما لما يمثله من تعد واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية فيما هو موكول للسلطة القضية وفق ذات البيان دعيتنا القضاء إلى مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم وإلى رس الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة على السلطة القضائية وفق نص البيانة اتحاد القضاءات الإداريين بدوره عرب في بيان لله عن رفضه بشكل قطعي للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد خمسة وثلاثين معتبرا أن ما تضمنه المرسوم يعد إنهاء لكل مقاومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاءات من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات وأعلن عن استعداد عضائه لاتخاذ كل الخطوات النظالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاءات وفي انتظار صدور ردود فعل نزاء المرسوم عدد خمسة وثلاثين الذي يجيز لرئيس الجمهورية فأقضات من مهامهم وفق شروط معينة واجب التذكير بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد حل في وقت سابق المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بآخر بعض الهاكل القضية وعدد من الأجسام الوسيطة رفعت فيتو ضد هذا القرار وهو ما يؤشر على سجال محتدم بين الطرفين شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمع أمس الخميس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بعسكر على ضرورة الإعداد الجيد للاستفتاء وتيسير التجيل الألي للمواطنين ومشاركة فاقدي البصر خاصة بعد إدخال التعديلات الضرورية ضمن المرسوم عدد 34 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وشدد رئيس الجمهورية أيضا على حرية الاختيار لمراكز الاقتراع مدام الأمر لا يتعلق بدوائر انتخابية بل باستفتاء لا يقتضي نفس شروط الانتخابات التشريعية والبلدية كما أثيرت خلال هذا اللقاء مسألة مشاركة فاقدي البصر وضرورة توفير أوراق بطريقة براي حتى يختار هؤلاء المواطنون بأنفسهم الإجابة التي يريدون دون حاجة إلى الاستعانة بأي شخص آخر في اللاثناء أكدت بعض المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي أن اللجوء إلى التسجيل الألي للناخبين يطرح عدة تحديات أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منها عملية التدقيق في السجل خاصة مع ذيق الأجل استجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونظرا لضغط الرزنامة جاء في المرسوم الرئاسي عدد 34 أنه يتم الترسم بسجل الناخبين إراديا وأليا لكن يبدو أن اللجوء إلى التسجيل الآلي وفق المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه يطرح بدوره عدة إشكاليات وفق عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابية صحيح هو المرسوم لصدار البار عدد 34 ربما ليس سهل عمل الهيئة في خصوص وأنه اسمح لها لكي تستعمل تقنية التجيل الإهلي ولكن ثم زاد مخاطر في مسألة تحييل لأنه نعرف ونسكول أنه سجل الانتخابي على الأقل منذ 2014 تم معناها التدقيق فيه وتنقيته من جميع الشوائب لكن إذا كان مش نحطه فيه توزو زملين أخرين ربما زاد السجل هذا ما يكون معناها الدقيق وشامل كما يحكي عليه القانون هذا لماذا نقترح لو أنه يكون سجل مرافق يعني الزوز ملاي هذوم يسجل آليا يكون سجل مرافق أو على الأقل تخصيص مكاتب اقتراع خاصة بالمساجلين آليا تسجيل الآليا عام 2011 وقت هالهيئة عملت مراكز خاصة للانتخابات بالنسبة للاقتراع بالنسبة للمساجلين آليا وصارت فيها لخبتة كبيرة العباد وقتها قايمت المراكز ذو متناشرة مخر العباد ما تعرفش اللي هي مسجلة آليا في المراكز ذو هذي كل من نقاط للهيئة منتوى يلزم تحذرها إذا كان بيشتمش في إمكانية التسجيل الآلي كيف العملية لوجيستية وتقنية إن منح المرسوم عدد أربع وثلاثين الهيئة العلية المستقلة للانتخابات النظرة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء وضبط شروط وإجراءة المشاركة فيها فإن عدم التنصيص صراحة على طبيعة المشاركين في الحملة من شأنه أن يضفي أكثر ضبابية على المصار الانتخابي حسب تقديري هذه المنظمات طلبين توضيح من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات الهيئة ما حبش تقدم التوضيح انتظرت تدخل رئاسة الجمهورية جاء التدخل لكن بالنسبة لأننا زيت الضبابية أخرى لأن اليوم انسحبت كلمة الأحساب النيابية لكن جاءت أمر بطريقة مطلقة فمعاش عارفين بالضبط كيفش يشكوم يشارك بالضبط ثم ما نحنش حتى عارفين لأنه عطاها سلطة الهيئة العلية المستقلة للانتخابات لقبل أو لرفض التصريح هذه للمشاركة فأي معايير ستعتمد الهيئة العلية المستقلة للانتخابات كيف سيكون هذا الرفض وكيف سيكون هذا التعليل وما هو مسار ما بعد القبول أو الرفض لو مش معقول المتدخلين في العملية لتوا ما نعرفوش الآجال والتواريخ ورزنا ثانيا عاجل جدا الهيئة تصدر نص ترتيبي يوضح الفصل هذا جديد 116 جديد ويوضح الإجراءات للفاعلين الكل وكان الفصل 116 من القانون الانتخابي لسنة 14 و2000 ينص على أن الأحزاب النيابية هي من تشارك في حملة الاستفداء لكن في ظل حل البرلمان ما زالت الجهات المعنية بالمشاركة غير معلومة قدمت رئيسة الحكومة نجلا بودن نمس الخميس بقسر قرتاج رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم أعداده من قبل فرق عمل حكومية وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة لوضع الاقتصادية والاجتماعية والحلول التي تم تصورها للاستجابة لمطالب الشعب في هذه المرحلة تم خلال ندوة الإطارة النقابية الجهوية التي عقدت بيس فاقس بإشراف الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نوردين الطابوبي تم إقرار تنفيذ يوم غضب يكون مرفوقا بإضراب جهوي عام يوم السادس عشر من جوان الحالي وذلك تزامنا مع الإضراب الوطني في القطاع العام على إيقاع المشكلة البيئية التي تعيش على وقهها مدينة صفاقس منذ أكثر من ثمانية أشهر إضراب عام جهوي ويوم غضب تزامنا مع الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية هذا ما جاء في الاجتماع العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد اليوم بصفاقس إضراب العام الجهوي الذي لا يشارك فيه القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمية ويتزامن ويتزامن مع الإضراب العام الوطني موقف الجهة هو مبني على قرار الهيئة الإدارية الجهوية أنه إقرار يوم غضب في جهة الصفاقس تحت عنوان أرفو الفضلات تحت عنوان يا حكومة يا رئاس الدولة صفاقس غارقة في الفضلات منذ أكثر من ثمانية شهر صفاقس في وضع بي كارثي تطور إلى وضع صحي السادس عشر من جمال جاري هو موعد للإضراب العام في الوظيفة العمومية بكامل طلاب الجمهورية موعد تفرضه مجموعة من المطالب والمتغيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي في تونس في القطاع العام من أجل تطبيق الاتفاقيات والمفاوضات الاجتماعية وكذا تشوفوا الوضع الاجتماعي المتردي معناه الصعب اليوم الموجود تشوفوا الزيادة في نسبة الفائدة قدش خسر فيها الخدام تشوفوا أني تدور المقدة الشرائية وغلال أسعار وهذا القرار اليوم ما هوش اليوم رأوا مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية منذ شهر مارس اتخذ هذا القرار والهيليدارية معناها أقرت هذا القرار نهرت لنشوفوا مضاميكم فيها ما يتوفر خاصة من الحقوق العامة والفردية حورية التنظم حورية التظاهر حورية التعبير حورية الأعلام الحق النقابي حق الإضراب ونشوفوا حاجات فيها توازن مع أني شعيب الاتحاد ينقول راني معك وراني مختلفة معك الأمين العام الاتحاد العام تريسي للشغل يسرح أن متغيرات انطرأت بعد موقف الاتحاد من الحوار الوطني إضافة إلى المعطى الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده تونس منذ الخامس والعشرين جوليا الفين وواحد وعشرين دولياً وفي مستجدات الوضع على الأراضي الفلسطينية تواصل قوات الاحتلال عمليات التصعيد في حق الفلسطينيين في الفترة الأخيرة من خلال حملات المدهمة واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس كما زادت وطيرة الاعتقالات وأطلق الرصاص الحي استشهد دفلون فلسطيني مساء اليوم متأثراً برصاصة في الصدر بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على مجموعة من الأطفال كانت في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري براملة وكانت الأراضي المحتلة قد شهدت في وقت سابق من صباح اليوم استشهد أحد شبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الديش جنوب مدينة بيت العحمة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال كما أصب فلسطينيين أخرين وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة ونقل إلى المستشفى وأعلن بعد ذلك عن استشهاد أحدهما ويشعر إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيلات من حملات المداهمات وقت حمات القرى والبلدات الفلسطينية بالظفة الغربية والقدس كما زادت وطيرة الاحتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين وشهدت الضفة الغربية اليوم تفجير الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية عبدغربا مدينة جنين لفلسطيني تزعم سلطة الاحتلال أنه قتل خمسة إسرائيليين في عمليات إطلاق نار النهاية مارس الماضية وأدنى محافظ جنين في السلطة فلسطينية عملية تفجير المنزل معتبرا إياها جريمة في إطار العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين كما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تفجير المنزل يعكس إصرار السلطة الاحتلال على التمسك بالحلول الأمنية للصراعية بديلا للحلول السياسية وتنكرا للتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي في مستجدات النزاع الروسي الأوكراني صرح مصدر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن سفراء دول الاتحاد وافقوا بشكل نهائي أمس الخميس على الجولة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب تدخولها العسكري في أوكرانيا وتشمل العقوبات حظرا جزئيا على النفط وشطب أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت الدولية هذا وسيدخل الاتفاق حيث تنفيذ ما لم تبدي دولة عضو اعتراضات في الأثناء أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على منطقة خيرسون في مارس والسيطرة على أجزاء من منطقة زابيروجيا في الشمال الشرقي في رياضة حقق المنتخب التونسي لكرة القدم بملعب حمادي العقربي بيرادس فوزا عريضا وثمينا على منتخب غينيا الاستوائية بربعية نظيفة في أولى جولات تصفيات كأس من أفريقيا كوديفوار 23 و2000 وسجل للمنتخب التونسي كل منعيم السلتي في الدقيقة الخامسة والخمسين وسيف الجزير في الدقيقة السابع والسبعين ويوسف لمساكني في الدقيقة الثمانين والخامسة والثمانين ويلاقي المنتخب التونسي يوم الأحد في جابيرون العاصمة البوتسوانية منتخب بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من التصفيات ختم نشرة وهذا تذكير بالعناوين بعض الهيكل القضائية ترفض المرسوم عدد 35 وتعتبره تعديا على السلطة القضائية وتدعو منظورها إلى التعبئة للدفاع عن استقلالية القضاء التسجيل لليل الناخبين يطرحوا تحديات أمام هيئة الانتخابات منها عملية التدقيق في السجل خاصة في ظل ذيق الأجال وفق المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل يقرر الأضراب العام في السادس عشر من جوان جاري بسفاقس يرافقه يوم غضب احتجاجا على الوضع البيئي المتردي كالعادة هذه النشرة وغيرا من الأخبار على بوابة التلفازات التونسية في أمانيب اشتركوا في القناة